نعم طبعا نحن هنا داخل هذه الخيمة التي تتواجد قرب محطة زاهوني الأعداد خلال الأيام الماضية بدأت ترتفع وهذا الأمر يعود بطبيعة الحالي لأن العائلات التي تقف على حدود بولندا أوكرانيا تحول الوجهة من تلك الحدود إلى هنا الحدود المجرية الأوكرانية إلى مدينة شوب ومنها أغالبية من التقيناهم اليوم في التحديد كانوا قادمين من الحدود الأوكرانية البولندية وتحديدا من مدينة لفوف أي لفيف وهم يقولونها باللغة الأوكرانية لفوف اتجهوا إلى مدينة شوب هذه المدينة الأوكرانية الحدودية ومنها انتقلوا إلى مدينة زاهوني وكما نشاهد طبعا هنا خلف هذه الخيمة طبعا يمكن للصورة أن تنقل لنا المشهد أكثر هنا بعض العائلات التي وصلت قبل قليل طبعا يقدم لهم الطعام والمساعدات في هذا الركن هنا نشاهد بعض الأجهزة الكمبيوتر وهي تعود لشركات الاتصال التي تقدم لهم طبعا خدمات الاتصال المجانية هذه الخدمات تقدم لهم هنا هي من ضمن المساعدات التي تقدم لهم أيضا وكان هناك اليوم حافلة أو بعض الحافلات التي وصلت من أطفال بريطانيا هي ممتلئة بالهدايا لأطفال من أوكرانيا كما قال لنا المنظمون أن هذه الحافلات تهدف في الدرجة الأولى لإظهار التضامن تضامن أطفال بريطانيا مع أطفال أوكرانيا هذه طبعا نوع من المساعدات التي تقدم لهم بشكل دائم طبعا هذه المساعدات تتنوع سواء بالمساعدات العاجلة التي تقدم لهم فور وصولهم أو المساعدات التي تشمل أيضا التنقل والسفر سواء لمن يرغب بالمتابعة أو المنازل التي تقدم لهم بشكل مجاني لمن يرغب في البقاء فترة أطول شكرا